السلام عليكم ومعكم مجدا من القناة كروشي باي مجدا مرحبا بكم معي في فيديو جديد رجعنا مرة أخرى لمطبخ لتحضير هالطبق هذا طبق راقي ورائع يحمر لك وجهك قدم ضيافك جزم حمر ومعمرة بالشارية الصينية وكذلك الكفتاء كتتقدم مع الخضراء بحالك كما كتشوفو كتجي راقية ورائعة في المداق سهلة بالنسبة لأي مبتدئة ممكن أنها تطبق معنا هالطبق هذا كتجي راقية وزوينة وقبل ما نشوفو الطريقة لتحضير المقادير نبغي نذكر الناس لي ما زال ما تشاركي معنا في القناة ما تنسوش أنكم تنضموا لنا بالضغط على زر الاشتراك الأحمر اللي كان أسفل الفيديو تفعيل الجرس ليحداه ندوزو داب نشوفو المقادير اللي غنحتاجو هنا بطبيعة الحال غنحتاجو دجاجة صغيرة هنا عندي غير دجاجة صغيرة مغسولة مزيان مغسولة بالملح والحامض والسكنجبير ونحتاجو معاها معلقة ديل الهريسة فص ديل التومة محكوك كما كتشوفو فص واحد التوم محكوك معلقة صغيرة ديل الخردر أو المطارد وهناك نحتاجو شوية ديل الملح والسكنجبير غير شوية حيث دجاجة دجاجة مغسولة بالملح والسكنجبير والهريسة عندنا ملحة نضيفو عليه المقادير الأخرى يعني معلقة صغيرة ديل المتاغد وكذلك معلقة كبيرة ديل الهريسة نضيفوه المقادير ديلنا هنا يستخدموه ليد ديلنا حيث المعلقة ما غا تبرجنا غدا يدنا وما غا نخدموش بها مزيان فاحنا بغينا هاد الخاليط هذا نلبسوه لدجاجة ديلنا كاملة يعني غا نشرملو الدجاجة بهاد الخاليط هذا يعني خاسنا دجاجة كاملة يقيس هاد الخاليط فاليد ديلنا هي أحسن من المعلقة ما نخدموش بالملح كان نخدمو الجواني بكاملهم تحت الجلدة كان نشربلو الدجاجة ديلنا مزيان وكان ديرو لها البلاستيك الغذائي وكان خليوها من ساعة ونص حتى لساعتين ترتاح فهاد الأثناء احنا غنوجدو دبل حشوة اللي غنعمرو بها الدجاجة ديلنا ونشوفو دبل مقادير ديل حشوة باش غنعمرو بها الدجاجة ديلنا عدنا 50 جرام ديل الشعرية الصينية هنا عدنا مقادير قلال حيت قدنا دجاجة غي صغيرة عدنا زيت الزيتون وكذلك ملعقة كبيرة من قصبور ومعد نوس قدنا زيتون مقطع عدنا كذلك بصلة صغيرة مقطعة اولا نص بصلة واللحم المفروم اولا الكفتة كان ناخدو غي كيميا اللي قليلا حيت عدنا كيما كلكم دجاجة غير صغيرة غنحتاجو كذلك شوية ديل الحمض مصير مقطع رقيق كيما كتشوفو قطع صغيرة والتوابل عدنا شوية من كل حاجة ملح وبصار وخرقوم وسكنجبير هنشوفو دبا كيفاش غنخدمو هاد الحشوة هادي كان اخدو مقلات كانحطو فيها الزيس ديالنا شوية من زيت زيتوني سخن وكانضيفو فيه البصل اللي كانكون قطعناه دجاجة كيما كلكم بصلة غير صغيرة اولا نصف طفلة كانشحروه مزيان كانبقاو نخدمو به في المقلة يعني نحركوها حتى كتدبال كانحركوها مزيان في المقلة ديالنا كتدبال كيما كتشوفو معاي كانبقاو نحركو في البصل ديالنا حتى كتدبالينا مزيان عاد غنضيفو الكفتة ديالنا اولا اللحم المفروم كنحركوه كذلك مزيان في المقلات ديالنا عاد غنضيفو باقي العناصر كيما كتشوفو كنستمرو بالتحريك باش تمزجنا البصلة مع الكفتة ديالنا عاد غنضيفو باقي العناصر كيما غتشوفو معاي في المراحل القادمة هنا دبا من بعد ما كتطيب ليا الكفتة ديالي كيما كتشوفو كنضيفو التوابي اللي شفنا في اللول كنحركو الخليط ديالنا مزيان والحشوة ديالنا مزيان عاد غنضيفو المكونات الاخرى كنمزجو الكفتة ديالنا مزيان عاد غنضيفو قزبور معدنوس نحركو نحتهو ونكملو باقية المقادر او لباقية العناصر اللي كنا شفنا غنضيفو الحمض المصير حمض المصير نقطعوه الى قطع صغيرة القشرة ديالو اللوب ديالو غير شوية من الحمض بتشكل هادا كنستمرو في التحريك ومع الاستمرار في التحريك غنضيفو الزيتون ديالنا زيتون تهوى كمية اللي قليلة زيتون مقطع كمية تهوى قليلة هادشي كله كيكون كمية قليلة حيث عندنا دجاجة غير صغيرة انتم ما عندكم دجاجة كبيرات تزيدو في المقادر وكذلك عندكم دجاج كتير ماشي غير دجاجة واحدة غنضعفو المقادر عالي حساب كمية ديال الدجاج من بعد ما كنتفيو عل المقادرين حيث نطفيو عليها عاد نضيفو الشعرية الصينية الشعرية الصينية كنكونو ديجة رطبناها في الماطيب وكنخلطو نمزجو لعناصر ديال نمزيان ساعة أو نصحت الساعتين ونعمروه باليدين قا نكونوا نعمروه حيث مع القم ما غلتعمرش نعمروه لفعون ديال الدجاجة ديالنا مزيان نستمر الحشوة ديالنا كاملة نعمروها في الدجاجة ديالنا ندخلو جميع الحشوة اللي احنا صايبنا ندخلوها للدجاجة ديالنا مزيان نخدمو بيدينا كما يكتليكم هاد المرحلة ما نخدموهاش بالمعلقة بعد ما عمرنا الدجاجة ديالنا بالحشوة كما كتشوفو هنا الدجاجة انا ما كناش معونين اننا نحمروها فالدجاج لي كيخليهم حمر اولي كنعمرو كنحمرو في الفران كنخليولي هديك الجليدة في جيت صدر هنا يدجا قطعناها وكذلك كنخليوه جليدة شوية هابطة من التحت هي لي كنتقبوها وكندخلو فيها الرجلين مني كنجميعوها الدجاجة هادي هادي ما كناش معونين انا نحمروها فالدجاجة قطعنا ديك الجلدة كاملة اللي في صدر واللي في التحت فغن ندخلو الرجلين ديالنا غيف ديك الجديدة اللي عندنا التحت نستعنو بخيط بالنسبة للخيط اللي كي يعاوننا باش انا ننزيرو الرجلين باش متحلش لنا فالدياب مني غن ديروها فالكسكاس متحلش لنا وكناخدو طنجرة ديال الاضغط ديالنا ولكوكوت ديالنا كنديرو فيها الماء الماء يكون غلام زيان حتى كيطلع الفار ديالو كيما كتشوفو طالع البخار ديال الماء عاد كنحطو في الكوكوت ديالنا كسكاس الكسكاس ديال الكوكوت بهذا الشكل هادا كنحطوه وكنحطو فيه دجاجة ديالنا دجاجة كنحطوه على السدر وكنسدو عليها الطيب ومن بعد ما كالطيب كنحصلو على هاد النتيجة هادي هادي ده بفارت اللي لنا الطابت كناخدو مول ديالنا كنديرو فيه معلقة كبيرة ديال الزبدة او لا كندهنوه بالزبدة وهنا في طبي صيل كناخدوه لفز لافة كنديرو معلقة كبيرة ديال الزبدة ديبة كندوبو معلقة كبيرة ديال الزبدة كنضيفو عليها شوية ديال الهريسة نضيفه الخالد بالنسبة للسيدات والمضاق السمن هنا لا ضيفه ولكن يمكن أن نضيفه بالنسبة للناس والمضاق السمن نضيفه للموتارد هنا نضيفه كمية قليلة للموتارد استعملنا للموتارد في الشرمي الجاجة في المرحلة الأولين بعد نضيفه نضيفه في المول ويستعملون صينيه أو طوال الفران لذلك الحصاب تخطمو في الفران ونضيفه خلطوا الخالد جيد وندهنو الججاجة كاملة وندهنوها مزيان الخالد يمتارد ونضيفه مضاق رائع ويضيفه مضاق في التحمار لذلك للموتارد ونضيفه مضاق ونضيفه مضاق كما تشوفو راضفنا شوية دي الهريسة هو اللي اعطاها للون الاحمر راضفنا شوية دي الهريسة وكندخلوها الفران ديالنا الطيب هنا كين عندي الخضرة الخضرة هنا عندي اللوبيا كما كتشوفو وخيزو اللوبيا مقطع طويلة وخيزو مقطع طويل وكذلك بطاطة بنسبة للخضر كنسلقوهم وكنسوطيوهم في شوية ديال ملحة وبزار وكذلك الربيع ولكزبورو مادنوس وكنضيفو عليهم معلقة كبيرة ديال الزبدة كان سوطيوهم جيدا نعاد كانحطوهم في الجواني بديال الجاجة كان رافقوهم ممكن تضيفو أي خضرة بغيتو هنا قالت زين زينت ب هذا فروماج ديال سوندويتش كان قطعو بمرشم ديال الحلوه وممكن تديرو طويلة ممكن تديرو طروفة ديال الكاشر وممكن تديرو الزيتون ممكن تزينو بشكل اللي بغيتو بالنسبة لناس المغاربة حنا مولفين التغماس فضروري كنديرو مريقة اللي كنغمسو فيها و الناس دي الرجيم ممكن تكلو غير بفوق شاعة يعني مشي ضروري تدروا مرقة هنا رفقناها بمريقة فيها الكبدة وبصلة والزيتون والعناق كنرفقوها بهذا المريقة هذي كتجي راقية ورائعة بالنسبة للضيوف كتجي دجاج للنزوين كما كتشوفو منظر ديالو كذلك المضاق روعة وسهلة و بالنسبة للضيوف ممكن تحمر لك وجهك فنتلقاوا في الفيديو القادم ان شاء الله ما تنسوش انكم تخليوا لي اكبر عدد ديال لايك لكم ومتاق ديالكم رأيكم في هذا الطبق هذا اللي تحضرنا معكم اليوم كذلك رأيكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله شنو تبغي تشوفوك اعمال قادمة ولا كاطباق قادمة سواء في الكروشي ولا في المطبخ بالنسبة للناس اللي مازم مشاركين معنا في القناة ما تنسوش انكم تنضموا لنا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر لكن اسفل الفيديو تفعيل جرس ليحداه ونطلقوا في الفيديو القادم خليد لكم راحة البالة ترجمة نانسي قنقر